موسيقى موسيقى مثل ما نصرت بتعرف يعني مهرجين البترون له من 2006 بال2006 كانت انطلاقته الفعلية وكل سنة كان عم بقدم جديد وعم نجرب كل سنة اننا نطور ونحسن يعني ونلبي متطلبات على اكتر من سعيد ان كان سقافة ان كان انمائة للمدينة ان كان سياحة على مستوى الوطن من هون كل سنة بنحرص ان يكون عنا فعاليات مختلفة فعاليات منا موجودة على المسرح مثل الكونسرتز يلي منستقبل فيهم فنانين عرب لبنانيين واجانب وفعاليات اكتر سقافية بتكون موجودة بالمدينة البترون بمناطق مختلفة من مدينة البترون منضوة على يعني كل سنة بنجرب نلاقي شي جديد وفيه فعاليات بتنتقل معنا من سنة لسنة لانه الناس حبتها وبتطالب فيها وبتنعش المدينة يعني وبتعطيها طابعة بتزيد على طباعة خاصة لانه هي مدينة البترون ساحرة يعني مليون بالمية السنة عنا كارول سميحة عنا واقل كفوري مزبوط مين عنا بعد؟ والفنانة العالمية بوني تايلور كمان هي بنسبة للحفلات يعني ثلاث حفلات على المدرجة اللي منعرفها مزبوط إذا بدك منبدأ مع كارول يعني رح تكون حفلتها بـ 12 أغسط رح يكون إذا بدك هو الافتتاح الرسمي للمهرجين كارول مثل ما عرفنا وهلأ كنا نحكي تحت الهواء أنا عم بتحضر شي كتير سبيسيال لمهرجين البترون رح تغني أكيد من أرشيفها الخاص رح تغني ريبرتوار أجنبية بعدها عم تشتغل على الميزانسين ومن المتوقع أنه عن جد رح تكون حفلة أكتر من رائعة أصلا هي كارول بنت المسرح ووقتها بتوقف على المسرح يعني كارول عندها حضور كتير خاص من هنا من المتوقع أنه تكون سهرة كتير مميزة وكل العالم أكيد ناطرينا واشتقنا لكارول أصلا بالصيف ونحن محظوظين أنه حتكون عندناه الصيفية أكيد خاصة أنه كمان كارول سميحة بتدرس كمان طليتها صح والناس بتنطرها وبتلحقهم مثل ما قلت حضورها على المسرح مهم ومميز وصوتها وأغنياتها وحتى جرقتها بأنه تغني على طريقتها أغنيات لفنانين عرب ولبنانيين وفنانين أشبابين مضبوط هذه شغلة يعني يشهد لكارول عليها وأكيد يعني لو ما هي فنانة عندها الطقات الكبيرة استعراضيا وفنيا يعني وبصوتها ما بتقدر أكيد تعملون أما الفنان واقل الكفوري قبل واقل خلال نحكي على بوني تايلر لأنه حفلتها قبل واقل بـ 18 أغسط بوني تايلر هي ديفا طبعا التمانينات والتسعينات وبعضهم اللي هلأ العالم بيرددوا أغنية والمفارقة أنه بوني تايلر لحدا يعني من الجنراتيون طبعا الأيتيز والنينتيز بالـ 2015 طلعت أفضل صوت بالعالم يعني تخيل قديش هي موهبة عظيمة وأكيد كل الناس يمكن ما يعرفوا بوني تايلر بس وقتها بقول لهم holding out for a hero وإتس هارديك رح يعرفوا عن مين عم بحكي فنانة عظيمة عالمية هي من ويلز أصلا ولكن شهرتها بتتخطح دود بلدها وهي معروفة بكل العالم رح تكون معنا السنة لأول مرة هي بلبنان بمهرجانات الباتون لتقدم كل هالهيتات الكبيرة واللي بقدر أقوله أنه عن جد حفلة بوني تايلر رح تكون من أحلى الحفلات مش بس هالصيفية باللبنان الأجنبية رح تكون من أحلى الحفلات الأجنبية اللي شهد عليها لبنان بالعشر سنوات الأخيرة سو بدعا أكيد الكل أنه يكونوا موجودين معنا مضبوط ونوصل لوائل كفوري نجمل المهرجانات بسم الله كل المهرجان له قصة مع وائل بس القصة بالباترون بما أنه طلع السدة رح يغني عندكم مضبوط أول مرة وائل من بعد ما طلع السدة رسميا بـ 19 أوغس رح يكون موجود بالباترون ليغني أكيد أحلى هيتات اللي تعودنا عليها بالإضافة لأكبر عدد من أغانية جديدة اللي الناس قرادة بلشت تطلع عليها وبلشت تتحبها وترددها وهذا شيء كمان وائل فزيع فيه يعني ما بيلحق ينزل غنية حتى تصير حديث كل الناس وكل الناس بتغنية وبتحفظها هذا بغض النظر عن أنه وائل عنده كريزمة خاصة وكل الناس بتنطر حفلاته وما بيهم أنه عنده أكتر من حفلة في لبنان بتلاقي أنه جمهور بيلحقه من محل لمحل ونحن محظوظين أنه رح يكون عندنا بشمال هو أولا بالباترون ونحن ندعي كمان كل الناس أنه تجي تشاركنا مع حفلة كتير حلوة يعني تخيل وائل على المسرح وبحر البترون على يمينك لأنه مدرجنا كتير حلو وكتد رأية مار أستفان على شمالك يعني هالمشهدية الروعة بتضمن أنه حتكون سهرة أكتر من روعة مليون بالمئة على كل حال الناس فيها تقضي نهار على البحر تقضي أكتر من نهار وتتعرف على كل هالمعالم الحلوة إن كان كنيسة مار أستفان اللي هي دغري على البحر أو كنيسة سيدة البحر أو سيدة الساحة أو مارسسين كل هالمطارح الحلوة بالباترون وما ننسى سوقها وحجاره الحلوة والليموناتا أكيد هيدا الشيء كمان كيف بدنا نحكي فيه أنه اليوم بالصف بتنشط السياحة الداخلية بلبنان يعني الشخص مش مضطر أنه يسافر ليتمتع بوقته الباترون كمانا السنة عم بتقدم هيدا الأوبسيون لكل العيال ولكل العالم فيهم يجوا على الباترون مش مصد ليحضروا المهرجين في عنا كتير قوتلات عم تستقبل الناس عنا رياضات بحرية يعني خلال النهار فيهم يقوموا برياضات بحرية مختلفة مثل كايت سيرف وين سيرف سيرف بوردينج فيهم ياخدوا البسكليتات حول المدينة فيهم ياخدوا تورز بالشخاتير بالفلوك بيبرموا بالباترون بيشربوا ليمونات بيتعرفوا على معالم الباترون الحلوة كنائسة كتدرائياتها شطوطة بيتمتعوا بصحبة أهلة وهون كمين بدي أذكر إلي أنه إضافة إلى كل هالنشاطات في عنا بستة أوجست قبل كل الحفلات يلي على المسرح في عنا تقليد سر سنوة بالباترون الليلة اسمها بير واين وسيفود فاستفل الباترون معروفة كمان أنه بتحتوي على العديد من كروم العنب والمعامل يلي بتنتج قطيب مبيت بلبنان وعننا كمان أبيرة بالباترون صارت كتير مشهورة على مستوى لبنان يلي هي الكولونال بير كمان الباترون لأنه مدينة سحلية بتتميز بمطبخة يلي هو من المأكلات البحرية كل هالعوامل بتجتمع بليلة واحدة بستة أوجست بشوارع الباترون القديمة بيجتمعوا كلهم الناس فيها تجي تتمتع أول شي بالموسيقى اللي بيكون عندنا لايف بانز بيشربوا بيأكلوا وهي ليلة للعائلة يعني عن جد ليلة كتير حلوة هذه تالت سنة منعملها وكل سنة عم نكبر أكتر من سنة لأنه الناس عم بتطالب فيها عم تكون ليلة كتير لذيذة وبالإضافة أنه من بعد المهرجين من سبعة لعشرة سبتمبر السنة عاملين حركة سقفية إذا بدك جديدة أطلقناها بالباترون هي المديترانيون فيلم فاستبل أكتر من عشرين شخص من 13 دولة حول البحر المتوسط رح يكونوا موجودين بالباترون ليعرضوا أفلامهم القصيرة ولكن هي كلها أفلام سينمائية مع مخرجين سينمائيين مع ممثلين سينمائيين أفلام وأشخاص جاي من دول مثل فرنسا، إيطاليا، سربيا، سوريا، فلسطين، تونس جايين يعرضوا أفلامهم القصيرة بالباترون بموقع كتير مميز تم افتتاحهم مؤخرا بالباترون فيه شيء اسمه الألعة معروف تاريخيا باسم الألعة هي مثل حارة أو ألعة قديمة كتير أسرية تمت جديدة مؤخرا وترميمة وفتتحت من قبل الوزير الخارجي اللي هو أمن الباترون كمان استيس جبران باسيل وصارت تحمل كمان اسم بيت المغترب حارات قديمة وبيوت تجددت وترممت وصارت قبلة للمغتربين من كل ألحاء العالم إذا بتروح لهونيك بتشوف البيت اللبناني الكندي البيت اللبناني الفرنسيوي البيت اللبناني الأمريكاني إلى آخره بالنص بساحة الألعة رح يقام هيدا المهرجان السينمائي عملنا ساتب لقاله كتير لذيذ في سينما قديمة اشترينا كل الكراسي التبعه وجددناهن ورح يتم عرض كل هالأفلام بهالمنطقة المميزة أكيد الافتتاح رح يكون بسبعة سبتمبر برعاية وزير السقافة ورح يلحقوا عشاء مع أهم المخرجين والمنتجين والمسلمين من لبنان ودول عديدة كمان خارج لبنان سالي أنا بدأ شكريك واتمنى لكم موسم حلو وتبقى البترون يعني هيك ضواية بكل ألوان الفرح من خلال هالأحداث المميزة مرسي أليو مرسي لأستضافتكم ودعمكم دائم أهلا وسهلا فيك أنا مشواري لهون بيخلص معكم زميلتي كاتيا رح تتابع معكم رح منكون مع بيوتي مع ليلة بعد شوي وختمها مهرجينات صور لقوني بكرة على الساعة أربعة بعد الظهر مباشرة من غابة الأرز لتكريم للفنانين المشاركين بأوبريت الأرزي مباشرة من أعالي الأرز على الأربعة بعد الظهر عبر MTV